قال المدير العام للهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح إنما حققه أبطال الكويت في دورة الألعاب الأسيوية الثامنة عشر المقامة بأندونيسيا رغم رفع الإيقاف دليل على أن الكويت مليئة بالمواهب الرياضية المميزة وعقب استقباله الفارس علي الخرافي أكد فليطح أن ما تم تحقيقه أن ما يتحقق يضع على الهيئة مسؤولية كبيرة لدعم الاتحادات والأندياء المتخصصة لتحقيق المزيد من الانتصارات في الاستحقاقات المقبلة وأكد أن الإيقاف الرياضي بات بعيدا عن الرياضة الكويتية حيث سيتم البدء في تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها مع لجنة الأولمبية الدولية اعتبارا من الأسبوع المقبلة